انا بحترم اتحاد كرة اليد اتحاد مشكورا بيساعدنا في حاجات كتير فهذه المشكلة لازم يساعدنا اكتر واكتر لازم يوقف في ظهرنا خلاص احنا لما كنا في ايام الهبوط الحمد لله الحمد لله طلعنا من الكابوة دي اقوى من الاول بس كان معانا لعيبة بيكملوا فرق ممكن نبقى القوالة بتاعهم وحش ممكن نبقى القوالة بتاعهم وحش دي مش مشكلة المهم ما عادنا في الدورة وبعد كده خدنا الدورة والكاس غدنا اربع خمس مطولات في سنة واحدة تاني يا ساني على طول احنا يا جماعة من فضلكم من فضلكم رفقا بنادي الزمال الفلوس بتاعكم حجلكم حجلكم خلاص لكن لازم يبقى فيه موقف لان انا بكرة المفروض مسافر اللعيبة مش عاوزة تسافر بكرة يا كابتا يعني قالي طب خلينا بقى في مصر حد ما الحل مشكلة الحل ونروح نلعب سموحها في نفس اليوم ونرجع يعني شو بقى انتشافر هم مش قادرين يعني على مشاعره مش قادرين سيطروا على المشاعر بتاعتهم بطراحة يعني فانا بناشد بناشد وزارة اشتباب ورياضة ممتازن في التالي الوزير اشتف الصبحي من فضلك يعني مع الزمالك والدكتور اه والدكتور محمد الامين واعضاء مجلس الادارة جميعا وبقى ناشد الكابتن عاصم السعداني رئيس لجنة المشابقات بتاعت المحترفين يعني يقف في ظهرنا على أساس لحد ما المجلس سيطروا انتخابه اعملوا اللي انتوا عايزينه حقكم شكرا رسالتك واضحة كابتن حمادة انا بشكرك جدا لتوضيح كل الامور دي لجمهور نادة الزمالك ورسالتك اللي وجهتها للوزارة وزارة شباب الرياضة متمثلة طبعا في معاي الوزير الدكتور اشرف صبحي الاستاذ محمد الامين رئيس الاتحاد المصر للكرة اليد ريفكن بالنادة الزمالك زي ما قال كابتن حمادة